كابتن احنا متفقين ان الفار جي علشان يبقى لعبة اكتر شفافية ومفيش اخطاء تحكمية كتير وكده ليه في بعض الحكام بيبقوا اخذين موضوع قوي على قلبهم متضايقين ان الفار بيستدعي ان هو يشوف اذا كان القرار ده صح ولا غلط ليه الحكام بتضايق من الفار بعض الحكام عشان ما بقاش بعمل بزبط كلامك مزبوط مية في المية يعني مسلمشو قالات جد يعني حاجة جميلة الحكم دايما هو حاسس ان هو مش عاوز يغلط يعني هو الحكم لما بينزل الامبراء هو حتى بيكلم نفسه قال لا انا مش عاوز يروح للفار ده خالص يعني هو بيكلم بيكلم نفسه قبل المبارا مش عاوز يروح للفار فلما البرمي بيجي يقول له تعالى هو هنا الحكم بيبقى مش عاوز يقول مصدومة لكن بتبست لقيه يعني ايه هل الفار شاف انا شاف حاجة انا مش افتهاش يعني هو بيكلم نفسه آآ فبيبقى الان شوية من الفار يجيب له حاجة يكون هو مش يعني مش متأكد منها او مش ما شافهاش في الملعب. فمعنى ان هو الحكم بيروح حجم الاثنين. يعني هو عاوز يقول لنا يعني قراري الافضل. لان في الاول والاخر خاصة قراري الحكم هو اللي بي. اه اه قراري الحكم الرئيسي في الملعب. هو اللي دي قراري الاول والاخير. يعني البار بيتدخل وبيديك المشورة. القرار الاخير بيرجع لي الحكم. فعشان ارودة لو اتقالك هي بتبقى حتى بردك بنوانة هي ثقافة. يعني هو البار لما يجيبك. ما هو الفوار عاوز يحقق العدالة التحكمية. واحنا كثير موارك كلنا. سواء كان الحكم او المساعد او المساعد التاني او الرابع. او غرفة الفوار. كلنا مسؤولين عن العدالة التحكمية. فميجيش ميمنع مثلا. الحديك صارة معايا. احنا فريق واحد. لما صح لي حاجة. واحنا في الاخر خلص الهدف بتاعنا. يبقى احنا حققنا. وحققنا العدالة التحكمية للفريقين. فهو دوت الاتحاج ده وجود كده. طب هو عشان نفهم من حضرتك اكتر برضو. الحكم ده بعد كده بيتحاسب فيه حد بيحاسبه. يعني انا لما يبقى عندي ركلة جزاء صحيحة. وما تحسبتش. ده بعد كده يعني الحكم ده فيه تقرير مسلا بيجي. تمام. الاولا انت عارفك المباراة بيتبقى فيه حاجة اسمه مقيم. فيه اسسل بيقيم تاكم التحكم. بيبقى موجود في ميدان اللعب. في الملعب. بيقيم الحكم. كراراته. بيقيم الحكم من ناحية اللاقة البدنية. بيقيم كمان تاكم التحكم بالكامل. يعني النهاردة احنا سيبين المسال عندنا في الدارة الممتاز. في مباراة بتلاقي النهاردة. هتلاقي في كل ملعب. هتلاقي فيه مقيم. بيقيم اداء الحكام. طبعا بعد المرة هو بياخد ملاحظاته على بعض الاخطاء التحكمية. زي بحياتك قلت كده وتفضلت. ان ممكن انا كمقيم او صارة كمقيم. انت شايفة مسلا انا ما كنتش كويس في حاجة بتكتبها لي في الملاحظات. وبتبعاتي التقرير للاجة الحكام. هنجل الحكام تقريبا كل اسبوع او اسبوعين بتعمل كورس للحكام كلها عن المباراة اللي هي في اللي تلعبت خلال الاسبوعين او الاسبوع. وبتطلع الاخطاء التحكمية عشان خاطر كل يستفيد منها. يعني صارة النهاردة كان عندها مثلا حكم في ماتش. كان مثلا عندها خطأ في راكل الجزاء. فبتتشرح اللعبة للكل. علشان كل الحكام تستفيد. ما تكررش الخطأ اللي حصل مثلا مع ناصر او مع صارة. بيتعمل الكلام ده كل اسبوع تقريبا كل اسبوعين. شرح الحالات التحكمية اللي حصلت فيها مشكلة. وبالتالي طبعا هو الهدف ان احنا بنوصل من الحكام تقلل من اخطاقها في الملعب. طب انا انا متفاهمة ان انه في نسبة من الخطأ ممكن تحصل. لكن في حاجات برضو يا كابتن ما بقاش فاهمها قوي. يعني مثلا لو راكلة جزاء وليد سليمان اللي هي مفروض صحيح حماية في المية. صحيح كده يا كابتن؟ صحيح حماية في المية. او الطارد اللي كان مفروض يكون لأسامة فيصل. يعني ده دي حاجات كده واضحة. مش المفروض ان يكون في اختلاف عليها. ليه برضو بنقع في غلط? ليه راكلة الجزاء دي برضو ما تحسبتش. ليه? اللاعب ده ما اضطراتش برغم التدخل العنيف. ده بالنسبة لي مش مفهوم. بالضبط زي ما حاتك قلت كده اولا يعني الحكم احيانا بيكابر يا سارة. بيكابر يعني ايه? هو البر لو بيجيه بيقول له مسلا يعني السؤال يتقال ازاي? اه. انا بسأل الحكم ذات نفسه. هو الحكم البر لما بيجيبك? هو بيجيبك ليه? اسأل مش رفتهش في المرعب. انت مش رفتهش في المرعب يا مسلا. على سبيل المثال انت اخفلت احتساب راكل الجزاء. او نتيجة مسلا ما عندكش زاوية رؤية واضحة. نتيجة كنت بعيدة عن الحدث فما قدرتش تقيم الحدث بشكل اه جيد. فما شفتش. طالما ما شفتش مش هتحسب. هو هنا الفر بيجيبك ليه? عشان يقولك هو الفر عنده حاجة مش عندك انت. تمام? لما نروح لعبة الناج الاهلي. قولت المال. خلي بالك من الحالات راكلات الجزاء يا صورة. اسهل راكل الجزاء تيجي الحكم في ماتش. ولا محتاجة بر. ولا محتاجة حد يساعدك فيها. ولا حاجة خالص. بنقول ان احيانا بيبقى القرار صعب في حالة صعبة. انما تبقى الحالة واضحة. يعني ايه? اولا اه المنافس واللعب الاخر. الاتنين موجودين في في مكان. محدش خالص يعني اه اه منع الرؤية للحكم. فالاتنين واضحين جدا جدا. المخالفة تمت نتيجة القرص. تبقى القانون اه لقى قفز. ودفع واضح جدا نقولك الحالة. سهلة جدا جدا. ودي اي حكم بنقول عليه مبتدئ حيسفر ودك الجزاء. ليه بقى ده ما حصلش? يعني انا عارف حدريك ما كنتش في الملعب. بس يعني. بصي نقول حاجات كتيرة. يعني ممكن. حكم عنده زوية رؤية خاطئة. مم. ما شافش. بشكل كويس. اه حكم كان بعيد شوية. حكم هو حكم قدرها ان ده تنافس عادي. يعني قال انه ممكنش مخالفة. يعني هو بصي صراحة احنا بنختلف كلنا عن بعض. مم. في عندنا فروع فردية. يعني انت قد تمتازة مسلا وانت حاتك بتقدم الوقتي. مم. آآ الدرنامج جميل. عندك المهارات الكبيرة. مش مقودة عن حد. مم. فروع فردية. في حكم عنده مهارة. فنية. وموهبة. وفي حكم يعني بيشتغل بقانونه بس. يعني في حكم يقدر يدير المباراة. بس تحبردك قلت بوردو يا كابتن ان دي اي حكم حكم مبسادق يعرفها. بالزبط. حواليك على حاجة كامل المفاجئة. طب انت ما شفتش مقدرتش. ورجعت للبار. البار بقى هو اللي جايبك. وقلك. وشفتها بقى من كزا زاوية. وجاب له يعني المش طبعا كان فيه كاميرات كويسة. جاب له افضل زاوية. وطبعا لازم يعني بتطلع احنا بنشوفها في الفيزيون احنا الجمهور بيشوف الزاوية اللي جات للحاكم. بالزبط. جاب له افضل زاوية افضل رؤيا ليه